وبما ان انا اتكلمنا عن اساطير الكرة المصرية زي محمد صلاح وزي محمود القطيب انا عندي سؤال للدولة المصرية وله شخصيا فين ابو تريكا ابو تريكا اسطورة من اساطير الكرة المصرية نعم واحد من اهم وامهر وامهر واقدم اللاعبين اللي انجبتهم الكرة المصرية نعم حصل له مشاكل كتير في الفترة اللي فاتت نعم وانا هنا كنت في البرنامج ده كنت شديد الوضوح 3-4 مرات والمرة دي كمان وقلت انه مفيش حد فوق القانون حتى لو كان ابو تريكا مفيش حد فوق الوطن البلد حتى لو كان ابو تريكا بس تثبته بس تثبته انه هو خرف القانون او انه هو عمل حاجات عدائية ضد الوطن وانا سكت لانا بقول لكم مفيش حاجة تعلو فوق الوطن مفيش حاجة تعلو فوق القانون اما وان فيه شبهات اما وان فيه كلام اما وان فيه حاجات مش ممسوكة هقول ستوب لا ماينفعش لان احنا بنكلم عن سمعة شخص وشرف شخص وانتماء ووطنية شخص ويريته اي شخص هو شخص الاشخاص بالنسبة لكل جبهين الكرة المصرية الفنان الخلوق المحترم الرياضي محمد 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 ابوتريكا فانا بسألهم هو فين انا كنت سمعت من اسبوعين كده ان فيه مفاوضات وفيه كلام وبتاع وان ابوتريكا حيرجع مصر ان شاء الله خصوصا بعد الخبر بتاع هيئة المفاوضين هيئة المفاوضين اللي كان بتكتب تقرير للمحكمة الادارية العليا توصي برفع التحفظ عن اموال محمد ابوتريكا فاسمعت ان بعد الخبر ده فيه بعض المفاوضات فيها كلام عن احتمالية عودة محمد ابوتريكا ثم سكت الكلام وانا بقوله ان احنا احوج ما نكون لابوتريكا هذا الرمز وهذا القدوة واحنا اولى بيه من الجزيرة واحنا اولى بيه من بيئن سبورتس مع ان انا فاصل شوية بيئن سبورتس عن الجزيرة لكن في النهاية هم كلهم بيطلعوا من قطر احنا اولى بيه يجي يشتغل عندنا محلل في الاستوديوهات التحليلية يجي يشتغل اداري يشتغل مدير فني يشتغل اي حاجة نحطه في عينينا خصوصا انه لم يثبت حتى الان تورط محمد ابوتريكا في اي شيء شمال وحتى الكلام اللي كان بيتقال عن فكرة انه محمد ابوتريكا اخواني او هواء اخواني او كذا انا الحقيقة عدت دعبس ودور انا ملاقيتش غير فيديو واحد هي اللي الناس كلها بتتكلم عليه فيه في موضوع محمد ابوتريكا ده فيديو واحد يتيم اللي هو طلع فيه قبل الانتخابات الرئاسية سنة 2012 اللي كان بتجرى ما بين 13 مرشح وبعدين في الاعادة صفصفت على 2 مرشحين اللي هو الفريق احمد شفيق والدكتور محمد مرسي فيديو واحد طالع كان فيه بيكلم محمد ابوتريكا وبيقول ان انا يعني حرشح الدكتور محمد مرسي وانصحكم ان انتو ترشحوه ده كان قبل الانتخابات علشان مش عارف ايه كويس بس ولما تسأل بعكنا ابوتريكا قال لهم ده بيشونيش عنها بالاخوان ده لوع الاقل ان انا شفت في محمد مرسي قال كلام ومحمد وعلى فكرة ابوتريكا من اول الناس اللي انتقت محمد مرسي لما اكتشف ان مشروع النهضة طلع فانكوش كبير